حلقة اليوم حلقة كتير استثنائية وأنا بتشكر كتير محاورتي بالحلقة على شجاعتها وعلى جرأتها أن تطلع تحكي الصطة بدون أي خوف من أي شيء ممكن يواجهها بتمنى لكم استماع حلو وبتمنى منكم أن تحاولوا تتفهموها بدون ما تلقوا الأحكام مسبقة عليها مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة بالعربي أنا عامر ولحن بليش بعد الفاصل بتمنى لكم استماع حلو عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية حلقتنا اليوم لحتكون مع إنسان كتير قصة غريبة وما بتخيل إنه تكون القصة اللي نحن حنحكي فيها اليوم موجودة بكل مكان وما بتخيل إنه كل الناس عنده جرأة تحكي بهذا الشيء أنا بتشكري كتير إنك حبيت تطلعي معي بالحلقة وتحكي بكل صراحة عن الأفكار اللي أنت حابت تطرحي معنا بالحلقة اليوم أهلا وسهلا مرحة مرحبا عامر كيفك؟ مبسوطة كتير إنه أكون اليوم معا أنا مرحة من سوريا عمري بكرة بصير 25 متزوجة وعندي بنوتي عمري 3 شهور وحاليا قاعدة بالبيت فترة الأمومة كنت عم بشتغل قبل وهلأ يعني بالأمومة إن شاء الله بشتغل وانت سالم يا رفا وانت سالم يا رفا هلأ نحن مرحبا بما أنه نحن العرب يعني وخاصة الناس اللي بآخر خمس أو ست أو سبع سنين هاجموا بلدهم ووصلوا على ألمانيا نحن مالنا حابين كتير نتطرق لموضوع اللجوء وكيف أنت وصلت إلى ألمانيا ولكن أنت بألمانيا من تقريبا خمس سنين أربع سنين أو أربع سنين وعملتي شي غريب عملتي شي مالو بصراحة أول شي مو متوقع وتاني شي عملتي شي يعني بالنسبة للعقلية العربية الناس ما لم تعودة على هيك شي نادر نوعا ما وبتخيل أنا أي شخص ممكن يسمع القصة يقول أنا هيك قصة ما سمعتها أبدا يعني ممكن يكون أكتر من تسعين بالمئة من الأشخاص اللي يسمعوا حلقتنا فحكيلي أول شي أنت وقت أجيتي على ألمانيا شو كنت تعملي أو شو عملتي أول شي ومع مين أجيتي وشو اللي صار هلأ أنا أجيت من أربع سنين وكم شهر على ألمانيا أجيت أنا وأخي التوم وأخي الصغير وطاليقي عدنا تقريبا فترة ثلاثة شهور بالكامب بعدين أخذنا بيت كلها يعطنا سواق عدنا فيه وهم بعد شي ستة شهور بلشنا لغة أخذت معي اللغة وقت طويل يعني أنا كنت خاف أحكي كنت أعرف أحكي بس خاف أحكي فيها فأخذت معي شوي وقت طويل شي سنة ونوص وبعدها من آخر 2017 بلشت بالشغل وهون بلشت أقوى لغتي طبعا كمان مو هلقوية يعني كتير إلا لحتى تعرفت على زوجي حاليا هون عن جد يعني حسيت حالي أنه وين كان مخبا كل هذا يعني اللغة كانت عن جد كانت كتير قوية بهديك الفترة بس ولكن مشاعلة حتى أنا أفهم عليكي أكتر يعني أنت حكيتي هلأ أكتر من قصة مهمين ولكن حكيتيهم باختصار يعني شديد اللي حابب أعرفه أنت قلتي أنه طليئك فأنت قلت أجيتي على ألمانيا أجيتي مع زوجي تمام فشو اللي صاد لأنه أغلب الناس بصراحة اللي بتسمع هذا الشي بتقول أوكي هاي وصلت على ألمانيا تغيرت عقليتها وطرقت تغيير عقليتها مباشرة طلقت جوزة لأنه هي إلى الأحقية هون وفي ناس ممكن تحكي كلام جارح كمان فممكن توضحي لي الفكرة لو سمحتي مظبوط حكيك سمعت من كذا حدا يعني أنه بيتغيروا هون نسوان بس لحتى يجوا على ألمانيا هلأ أنا ما تغيرت أنا يمكن كبرت العمر اللي أنا تزوجت فيه كنت يعني ماني واعي بشكل كامل يعني أنا لحد هلأ ما في حدا واعي يعني بضل الواحد ناقصه بس أنا كنت حدا كتير صغيرة ما في وعي ما بعرف شو بدي بالحياة ما بعرف مين هو الشخص المناسب اللي خرج كون أنا معه متزوجته وابني عيلي نبني عيلي سوا فهي التفاصيل كلا يعطى أنا ما كنت بعرفها طلعنا لهون أنا عشت معه سنتين تقريبا بس عندي سؤال صغير يعني أنت برأيك أنه الزواج المبكر للنسوان أو أو البنات يعني مثلا بعمر 19 سنة أو 18 سنة بيأثر على الزواج بالمستقبل يعني أنا ما علي مع الزواج المبكر أبدا خاصة بهذا الوقت اللي نحن فيه يعني البنة صارت أوعى صار بدها تعمل شغلة لحالة صار بدها تعمل شيء لإلها أو تبني شخصيتها أو تلاقي حالة يعني وهذا الحكي ما بيطلع بعمر 12 أو 20 يعني أنت بهذا العمر ما بتكون أصلا بنيت كتير تجارب بحياتك فما كنت بعرف تماما شو كان بدي هلأ في بنات مبلغ أنه بعمر اللي صغير بتزبط زواجاتهم بس أنا اللي بشوفه من نظرتي أنا بشوف أنه 80 أو 90 بالمئة من البنات اللي تزوجوا بعمر صغير انفصلوا بعد 5 سنين 3 سنين هيك شيء فصراحة أنا ماني مع الزواج المبكر وصراحة هو ما يعني أنا ويا ما كان في بيناتنا شيء لكن أنا صرت بطريق وهو صار بطريق تاني تمام يعني هلأ أنت فيك تقولي كمان أنه مثلا أنه أنت تغيرت عقليتك بعد ما وصولته لهون أنا تغيرت أنت نضجتي أو صار في عندك أفكارك السابتة وآرائك المعينة وهو كمان تغير ولا هو ظل مثل ما هو هلأ هو بلا ظل مثل ما هو مبظل متغير يعني بس أنا في شغلات يعني الواحد ببداية العلاقات بيكون مانو منتبه له أو مو أخذها هيك بنظرة عميئة شوي عرفت أنه يعني بيكون متاخب بأمور تانية بالفترة الخطبة حقالك بس بس لو تزوجنا في أمور تانية ما كنت منتبهت له بس كانت موجودة ونحن يعني نحن لحد هلأ ما في شي بيناتنا ولا خدافات أو مشاكل لكن أنا تغيرت أنا بقلك مني أنا الموضوع أنه أنا كثير تغيرت أنا كثير لقيت أنا كنت بفترة ما كنت بشبه حالي بزواجي السابت عندي سؤال هنا بهذه النقطة بيعني هذا الكلام أنه أنت تغيرتي لأنه أنت أجيتي على ألمانيا أنا هاي النقطة كثير بتهمني ولا أنت تغيرتي بحكم أنه أنت أكبرتي سنتين أو ثلاثة بالعمر ونطجة أفكارك مثل ما بيقولوا هلأ لحقلك شي أنا هاي الأفكار اللي هلأ أنا عندي إياها أنا كانت تجيني وأنا كنت بسوريا يعني بس مثل المجتمع بيأثر عليك أو بيبعد لك أفكارك أو ما بيخليك مظبوط مية بالمية تلاقي حالة يعني يا هو المجتمع يا أما أنا كان عندي مشكلة بيني وبين حال أنه أو الظغر العمر يعني أنه كنت صغيرة مع لسه ما بعرف كتير أمور بحياتي أنه تعرفني على حالي أنا فيا بظن أنه بألمانيا صرت تفكر بس بشخصيتي أنا ما كان فيه مجتمع عم يضغط عليك ما فيه ما فيه شي بيضغط عليك أنت حر تفكر بالطريقة اللي بدك ياها شو بتحبي مشان لحنا ننهي هذا الموضوع لأنه بصراحة هذا الموضوع اللي حاله بده بده أكتر من عشر حلقات يعني موضوع شايق وموضوع كتير شائك يعني وفيه مليون رأي ولكن شو بتحبي أنت بحيس أنه ننهي هذا المقطع من حياتك شو بتحبي تقولي لكل رجل لكل رجل مولك المرأة وإنما لكل رجل بيفكر أنه النسوان اللي طلقوا بألمانيا أنه النسوان استغلوا الوضع اللي هون ومن خلال هذا الشي ما عد بده نرجالهم بس لهذه الشكرة هلأ طبعا للنسوان اللي فعلا محتاجة تطلع والرجال تبعها يعني ما نمناح معاهم فأنا بشوف أنه هي أخيرا صحت لها الفرصة أنها تتطلع صحت لها البلد اللي تنحمى فيها أنه صحت لها الحرية الكاملة أنه هي ما عد تكون معتمدة عليه يعني منيح أنها استغلت الفرصة لكن بجوز بالبلدان العربية ما تقدر لأنه ما في بلد حيكون حاميها مثل هون يعني هون طبعا حقوق المرأة أقوى بكتير من بلادنا العربية بحب أقول يعني أنه برافو صراحة أنه إذا ما أنا مرتاحة والعلاقة بتكون أكتر صحية أوقات الطلاق بيعمل علاقة للولاد أو للشخصين ذاتهم بيعمل علاقة صحية أو بيرجع الحياة الصحية لألون مرح هل علاقتك بزوجك السابق كانت بعد الانفصال سيئة ولا أنتوا قدرتوا توصلوا لتفاهم معين بحيث أنكم تنهوا العلاقة بشكل ودي دعا انتهت بشكل ودي كتير يعني ما كان في أي مشاكل أبدا يعني على كل شي كنا متفاهمين ما كان في أبدا مشاكل يعني من طرفه ومن طرفي ما طلعت هاي المشاكل اللي بتسمعها بين أنه اتنين تطلقوا مثلا أنه بيخربوا بيت بعض أو هيك لا نحن كتير بطريقة ودي أطلعنا حلو كتير حلو كتير أنا هذا الشي اللي بهمني يعني أنه أنه أنتو يعني حتى هو يعني ممكن الشخص يقول أنه هو إنسان كمان يعني تفهم الوضع تعرف أنه ما لحيقدر يتماشى مع هذا الشي اللي أنت عم تفكري فيه وأنت كمان أنت قدرت توصلي له الفكرة بحيث أنه أنتو قدرتوك تعملوا انفصال سلمي مثل ما بيقولوا لأنه نحن هنا بألمانيا حتى بنسمع من كتير مثلا عرب راح خطف الولاد لأنه هي بيكون فصل منه راح خطف الولاد من مرته أو فات لعندها على البيت وضربها أو هي عملت أي شيء يعني نسمع كتير قصات هنا بصراحة شيء يعني شيء محزن طبعا شيء محزن كتير يعني وبيخزي الصراحة تمام بس لا كان ودي كتير الطلاق تمام هلأ مرح بأثناء علاقتها مع الزوجة السابق كانت عم تتعلم اللغة وبعدين بس لحتى مرح شافت أنه هي إذا تتعلم اللغة بطريقة صح فلازم تحتك مع الألمان فراحت عملت براكتيكم وعن طريق هذا البركتيكم عرفت مرح أنه هي لألها يعني عرفت أنه هي لازم تقيم الحجاب شو اللي وصلت لهذه المرحلة أنك أنت تقولي أنا لازم اقيم الحجاب هلأ الصراحة لأكون صريحة معك أنا موضوع الحجاب فكر فيه من سوريا أني اقيمه بس أهلي ما وافقوا يعني كانت الفكرة مطروحة من الزمان مو أنه والله بألمانيا صارت الفكرة عندي بعدين بس لطلعت على ألمانيا كان الوضع تمام يعني بتتعلم لغة وانتح حاطة حجاب ما في مشكلة يعرفة بس أنا رحت اشتغلت أنا كان بدي أشتغل بصالون يعني الخطة طبعي أني أنا أشتغل ببنهنتي اللي أنا تعلمتها أنه كميكاب آرتست بس كان لازم أتعلم كتير قصص مع هالشغلة بعدين حكتني ياها المديرة تبع الصالون بكل صراحة أنه الزبعين لما بيشوفوكي أنت حاطة حجابك بصيروا ما بدون يتعاملوا معك أو ما بدون أنت تساوي لهم شعرهم كمان لازم أحكي شغلة أنه هي كمان القصة متعلقة بالمنطقة اللي نحنا كنا ساكنين فيها كانت لسه ما بتعرف شو مين هدون مين نحنا ليه حاطة حجاب شو عم بتعمل ليه مخبية شعر فكان عندهم هيك استغراب نوعا ما نحنا منطقتنا كانت أغلبها ألمان نحنا العرب الوحيدين اللي جينا عليها منطقة كتير صغيرة وأغلبها كبار بالعمر يعني وما فيها محلات عربية أبدا وقت اللي نحنا وصلنا على ألمانيا ما كان فيه ولا محل عربي فيها الفكرة من الموضوع أنه أنا اللي حابب أعرفه منك شو كان شعورك بأول يوم انتي فيه الحجاب حسيت أنه العالم كلهم عم يطلعوا علي ومو طائقيني وبس أنا من جوا حاسي شعور كنت كتير حلو أنه هذا اللي كان بديه لأنه ما كنت بشوف حالي بالحجاب بصراحة ما كنت بديه وحاطته طب معناته أنا ما عم بعمل هذا الشيء اللي لازم أعمله أو الشيء اللي بتعلق بالحجاب ما في صلة بيني وبينه أبدا فيا ما كنت شوف حالي أنه أنا محجبة وكنت دايما أحلم باليوم اللي أنا أطلع فيه بالحجاب أوكي يعني القناعة بالأساس ما كانت موجودة وإنما كانت بس لأرضاء الأهل يعني تقريبا تماما يا طيب وبعدين أنت أنت الحجاب وعملتي البراكتيكم التدريب المهني بصالون لحلاقة لأنه أنت كانت من أنت وبسوريا كمان تشتغلي بهذا المجال ولكن صار شيء وما زبط معك أنك تشتغلي بالمجال للأسف كان كنت تتأخرت يعني أنا عملت براكتيكم ثلاث أسابيع أنا أمثل الحجاب بالأسبوع الثاني فكانوا هنن هون آخذين العالم اللي بدون إياهم للتدريب المهني آخر يوم أجيت قالت لي يا ها المديرة أنه نحنا صار عنا العدد اللي نحنا محتاجينه ونحنا كنا عم نجمعوا بأول يوم من الأسبوع الأول بس أنه الشيف تبعنا المدير الكبير تبعنا ما وفق أنه تشتغل عنا واحدة محجمة حكيت لي يا ها بالألم نشرح يعني فأنا هون انصدمت الصراحة وهذا يعني أنه أنا قمت الحجاب وأكتر شيء شجعني نيم الحجاب هو أنه أنا اشتغل بهذا الصالون بس يعني أنت بالنهاية أنت الحجاب كرمال الشغل كرمال أنه الاندماج تبعك بأمرانيا لا لا أنا قمت الحجاب لأنه هذا الشي هي رغبتي من زمان وإجا الوقت المناسب أني يقيمه تمام فهمت عليكي طيب وبعدين أنت حاولتي وما مشي الحال بهذا التدريب المهني لتعمليه بالإحلاق أو هالأساس فأنتي غيرتي طريقك كله يا تو شو عملتك؟ كملت لغة بعدها يعني أنا كانت بهذه الفترة كنت لسه مخالصة مدرستي أو الكورس تبعي بس أنا عملته تلت أسابيع بالصيفية لأنه قلت لشوف الوضع يعني ممكن يعخدوني وممكن أنه كمل لغة عن طريق التدريب المهني بالمدارس يعني بالمدرسة فوقتي اللي ما زبط هذا الموضوع فكملت لغة وبعدها بس لخلصت اللغة فورا يعني اشتغلت فأنا كان بدي أي شغلة المهم أنه أقدر أتواصل بالألماني وقدر أوي لغة فأشتغلت بشركة الـ DHL وصراحة يعني ما هذا كمان الشغل عمل معي نفسية يعني كمان تعبت نفسيتي من ورا لأنه مو هذا الشي اللي بديها بالمرة وإذا كان بدي أشتغل بالشي اللي بديها فلازم انتقل لأنه ما في منطقتنا صغيرة كتير وما في توسع بمصلحتي اللي أنا بدي أشتغل فيها فاشتغلت سنتين ويعني أنا بعد ما اشتغلت سبع شهو تعرفت على زوجي الحال تمام أنت عن طريق الشغل تقريبا يعني قدرتي كمان تقوي مهاراتك باللغة تماما هلا هو ما كتير كمان العالم بيتواصلوا بالشغل بس أنا يعني الشي اللي أولي لغتي هو زوجي الحالي زوجيك الحالي هو شخص مالو من سوريا وما بيحكي عربي جوزي اسمه بافر من بولندا عايش صاله خمسة سنين هون بألمانيا ويا تعرفنا على بعض بالشغل كانت الفكرة كمان غريبة على فكرة بالنسبة للي كانت كتير أنه مستبعدة يعني هو حاول أنه يحكي معي قبل بسبع شهور يعني هو بلش شغل بعدي بالشركة وبعد أسبوعين حاول يتعرف علي تمام أنت يعني كنتي عم تشتغلي بالمستوضع تبع شركة تماما فأول ما بلش هو شغل بعد بسبوع حاول يحكي معي فأنا هون أنه شو بده مني هات فأنا بطريقة ما أنه ورجيته أنه ما تحكي معي ما كانت الفكرة أبدا واردة ببالي أني أنا أتعرف على حدا من غير ثقافتي من غير لغتي من غير البلد تبعي فهون ما كنت جاهزة أبدا وأنا كمان كنت طالع من طلاق صراحة فكان بدي كتير وقت لحتى أقدر أرجع بخوت بعلاقة أو هيك فبعد سبع شهور هو ظل يعني عنده أمل وحاول معي بعد سبع شهور فصرنا نطلع أنا وياه نعمل استراحة بالشغل نحكي نتعرف على بعض أكتر وياه حبينا بعض طيب بس أنا مش عالا حتى قدر أفهمك وقدر أفهمه يعني يعني هي الفكرة مو بس بالنسبة لإلك غريبة وإنما بالنسبة لإله يعني أنا ما بتخيل أنه يكون طبعا في الشخص مثلا بولندي والجالية البولندية بألمانيا مالة صغيرة بصراحة يعني هو ممكن كمان يلاقي إنسانة بولندية مثلا مضبوط أو إنسانة ألمانية بيحكم أنه هو أوروبي يعني هعرفتيش له فهو ما اختار أي حدا من هدون الناس وإنما اختارك إليك طب أنت ما سألتي هذا السؤال شو اللي بدك يأمني؟ تعرف إلينا نحن تماما مختلفين عن بعض كل شيء تماما هلأ هو أول ما شافني هو ما له عارفان إنه أنا عربية هو فكرني إسبانية بعدين فهم العالم اللي بتشتغل معنا إنه أنا عربية وضل يعني إنه ضل حاط يعني خلاص بده يحكي معي بده يتعرف علي بعدين سألته أنا هذا السؤال إنه كان فيه هو يتعرف من بلده من ألمانيا يعني بتكون نفس العقليات تمام إنه قريبة العقلية لبعضه بس هو يعني كان جوابه مختصر جدا إنه أنت البنت اللي عجبتيني وإنتي البنت اللي تخاوم بخاوم يعني بنت الأحلام اللي أنا حاططها ببادي يعني كشكل كشخصية وهيك يعني كان هون ما بيعرف شخصيتي كتير بس أنا حدا كتير بضحك ومرح بالشغل فلفت انتباهه هذا الشي تمام وبعد ما تعرفته على بعض وصار فيه انتجام مثل ما قلتي يعني عن طريق الشغل وهالشغلات هاي كلياتها أجيت المرحلة إنه أنتوا بتكنت تزوجوا تماما هاي المرحلة كانت كتير صعبة كتير صعبة لأنه أنا الصراحة ما كنت بدي يعني أنا ما كنت بعرف كيف بدي أحكي لبابا هذا الموضوع لأنه مع ماما يعني ماما أنه إلا أنا كل شي ما بخبي عليها شي فهي تفهمت بس كنت قاتلي هم أنه قول لبابا بس لما قلت لبابا فما كان عنده مشكلة يعني مو كانت المشكلة مثل ما أنا متوقعتك أنه مستحيل قبل من بلدي أو شي أنت تقريبا كبرتي المشكلة براسك يعني تماما بدون ما أنت تسأليهم أو تعرفي هنين شو رأيهم شو رأيهم مظبوط أنا كتير كانت كبير الموضوع براسي إنه مستحيل يوافقه مستحيل وإنا كنت قل له هذا الحكي إله إنه أنا مفظل إنه أهلي يوافقه عليه طب هو بالنسبة لأهله هو كمان يعني بالنهاية كمان البولنديين ناس معروفين إنه هنين كمان ناس مغلقين يعني مظبوط عندهم العادات والتقاليد تبعهم هن كتير شغلة مهمة بحياتهم هذا الحكي مظبوط بس أهله من الناس اللي متفتحة نوعا ما مو بكل شي أو بكل المواضيع لكن أبدا ما كان عندهم مشكلة إنه تكون عربية حبيبة ابنهم أو زوجة ابنهم أبدا طيب مرة حلق بعد الزواج يعني وقت تروح أو إذا ما بعرف إذا هي أهلهم موجودين كمان بألمانيا إيه موجودين بتروحي عندهم بتلاقي بتحسي بالتقبل بتحسي إنه هنين عن جد متقبلينك مثل ما أنت كتير يعني أنا فيني اختصر لك عن جد هنين بكلمة واحدة هنين مثل أهلي هون بألمانيا يعني أمه تعاملني مثل أمي بالضبط وأبوه كتير حنون وكتير هنين عائلة حلوة يعني هنين عائلة كمان مترابطة وبهما العائلة وبيهما أنه الأولادهم عرفت فأنا بشوف منهم بس اللي بشوفه منهم هو محبة الأهل شي حلو كتير كتير مناح بتمنى لك السعادة طبعا دائما وإن شاء الله بتظلوا هيك دائما يعني طيبات وحبايد مع بعض الله يسهل بك يا رب طيب مراحل شو فيك تحكي لنا عن المشاكل أو الصعوبات اللي بتواجه هيك زواج بالمجتمع الألماني أو بالمجتمع العربي شو كانت نظرة أكيد أنت عندك عالم عرب تعرفيهم هون بألماني شو كانت نظرة هدون الناس شو كانت نظرة أخواتك للموضوع بما أني قلت أنه أجيتي مع أخواتك على السورية طماما ايه على الألماني شو كانت نظرة هاي الناس كلها يأتي لمرح بهي العمل اللي عملتيا بالنسبة لأخواتي دعموني صراحة أخواتي بكل خطوة خطيطة كانوا معاي وهنن كمان شجعوني أكتر يعني أنا كنت صراحة خايفة من هاي العلاقة بس هنن كان يقولوا لي ما تخافي من شي إنه ليلا تخاف إنه شاب أنت عاش بك وحاببتي هو نفس الشي ومتفاهمين وعقلكم طابق عقل بعض فإنه ليلا من ناحية رفقاتي كمان إنه عندي رفقتي كمان يعني كانت مستغربة الموضوع كتير هيك كانت مثل بيقولوا رجل لقدام رجل لورا فأنا كمان هذا الشي شوي شتت من ناحية العرب يعني بيجيني شعور منهم إنهم ناقديني أو إنهم مو متقابلين الموضوع تعرضتي لموقف تعرضتي لموقف مثلا في ناس كانوا يحكوا معي ما عد حكوا معي لأنه أنا أخذت هذا إنه أوروبي في ناس صارت تنظر لي نظرات بالشارع كتير بشا من العرب يعني يعني ما باري يعني أنا ما الصراحة كتير اهتميت لهم بس استغربت الموضوع أنا اللي بيهمني أعرفه إنه هدون الناس اللي كانوا يحكوا معك وما عد حكوا معك هن الناس هن كانوا يعني عم يعملوا هذا الشي ليرضوا رغبات مثلا ناس تانيين يعني مثلا هي مثلا رفيقة من رفقاتك لأنه هي متجوزة شخص وهذا الشخص شاف إنه هذا العمل اللي أنت عم تعمليه خطأ فهو منع مرته من أن لا هذا الشي هذا الشي ما تعرضت له بس أنا كان عندي علاقات سطحية مع العرب بمنطقة القديمة بسبب أني أنا قمت الحجاب وأنه تزوجت حدا أوروبي فصارت بلشت التطليعات وكنا نسلم عبعض مثلا ما عدت سلمنا عبعض أنا كمان مرة أنه سلمت وهنين ما ردوا السلام وطلعوا هيك أنه طلعوا من فوق لتحت ومشوا فأنا هون كتير أنه انصدمت الصراحة أنه نعم يعني ما عملتلهم أي شي الشي اللي عملته هو شي بخص حياتي أنا أنا ما أزيت حدف عرفت فأنه كان كتير الوضع هيك غريب بالنسبة لأيدي بس من ناحية الألمان الألمان كتير بيشوفوا هذا الشي هيك مصير للاهتمام كتير هيك أنه واو كيف كيف هيك أنه دايماً بنسمع شاب عربي أخذ بوحدة ألمانية أو يعني أوروبية بشكل عام ما بيسمعوا كتير قليل أنه بنت عربية أخذ حدا أجنبي أو أوروبي فأنه كتير غريبة وتلاقيهم كتير مبسوطين وبيحكولي أنه بكرة بنتك بتتعلم ثلاث لغات يعني صراحة بيعطوا طاقة إيجابية فهي كانت الأصداء يعني بعد ما تزوجت حدا أجنبي وموضوع الحجاب والأصاص يعني أنت قلتي كلمة كتير حلوة أنه أنا بالشي اللي عملته ما أزيت أي شخص تماماً ما قربت على حدا يعني ما تجاوز تحدودي يعني هاي حياتي أنا عم بعمل لحياة مو لحدا أنا بتقول أنه إيمت بتوقف حريتي أنا وقت اللي بتتعدى حرية الآخرين تماماً بس أنا ما تعدت حرية الآخرين أنت ما غصبت أي حدا أو خليتي أو حاولت تقنعي العالم أنه تقيم الحجاب ما غصبت أي حدا أنه يتطلعوا من الزوازون ما غصبت أي حدا أنه يروحوا يشوفوا مثلاً أجانب يتجوزون تماماً أنه أنت شايف حياتك بهذا الشكل فبتعمل لحياتك اللي أنت بتعجبك وأنا هذا اللي عملته أنا لقيت حالي بعد كل هالطريق الصعبة فيني وصفة لقيت حالي وأنا هذا الشيء كثير مبسوطة فيه أنه عرفت مين أنا قديش صليك تقريباً متزوجة هلأ بعد المرة؟ صلنا يعني حيصلنا سنتين حيصلنا سنتين تقريباً طيب شو بتحبي تقولي بهاي المناسبة أنه حيصلكم تقريباً سنتين شو التجربة طبعاً شو خلاصة التجربة بما أنه يعني سنتين معناتها الواحد بيقدر يكون كون فكرة عن هذا الموضوع فشو بتحبي تحكي عن تجربة؟ عن تجربتي أنا كتير مبسوطة معهم ولو ما كانت هاي التجربة فبعيدة يعني بيتمر عندي مشكلة لأنه في راحة في تفاهم في محاولة لتطوير العلاقة ببداية علاقتنا كان في صعوبات كتير كبيرة بس لأنه نحن منحب بعض ونحن بدنا نعطي لهذه العلاقة وبدنا نطورها أكتر فتجاوزناها جاوزنا كل الصعوبات طيب مراح فيكي تاخدينا معك ليوم من يومياتكم تحكي لي عن الصعوبات اللي بالمطبخ بتصير الصعوبات اللي بتصير بغرفة الأعدة العقلية بما أنه أنت من قارة وهو من قارة تاني يعني هاي الشغلات اللي الواحد ممكن ما يكون بيفكر فيها قبل وقت يكون مرحلة أنه هلأ نحن خلص نبهرنا أنه نتزوج ففي شي مضحك مثلا أو شي مثلا هيك غريب واجاكون وضليتوا فترة حتى قدرتوا تحلوها أو هي الشغلات هلأ مع الطبخ بالمطبخ هو بيموت بالأكل العرب يعني المطبخ العربي عنده يا بأول مرتبة يعني حتى قبل الأكل اللي بولا نصور حب كل أكلاتنا حب كل أكل الحلو تبعنا بس في أكلات بيستغربة مثلا مثل اللي منوخية هو فكر أنه أنا عم بطبخ شجر أنه ورق شجر فهذا كان الشيء كتير غريب بالنسبة له وأنا كنت أقنعه فيه أنه لا أنه دوءة طيبة من ناحية الأكل في كتير قصص نحنا منستغربها يعني هو بيستغرب مثلا اللي منوخية بيستغرب أنه نحنا عنا أكلات منطبخ فيها اللبن عنده يا عالم تاني تماما هذا الموضوع كان مضحك يعني من ناحية الأكل بالبيت كان صعب شوي عليه أنه يتقبل للغة العربية كان شوي صعب بالنسبة له أنا كمان كتير كانت صعبة عليه مثلا الصعوبات لحقلك يا هاكيف أنه أنا من البداية بداية علاقتنا ما كنت بحكي ألماني منيح فكانوا لما يجوا أخواتي لعنا يصير الحكي أكتر عرب فهو يتدايق نفس الفكرة لما أنا روح لعند أهله ونعود كلها يعطنا أهله منه كبار بالعمر وما بيحكوا ألماني فأنا كتير كنت أداية أو أنه آخذها الشغلة شخصية أنه ليه طيب أنه حاولوا حكومة ألماني كمان أنا بدي أفهم كنت أسمع ساعة أو ساعتين بس بولندي عرفت؟ هاي مثلا من الصعوبات اللي عن جدد جاودناها تفهمنا أكتر أنه نحنا من غير لغة من غير ثقافة شو الشي اللي دائما كان يرجع يجمعكم مع بعض؟ يعني هاي صراحة أكتر شي كان يجمعنا أنه نحنا اتنين كتير من حبار لأنه كتير في صعوبات أجتنا كتير مو شوي كمان بتخص حياتي أنا للقديمة وبتخص هو حياته القديمة في شي لسه باقي في بقايا كانت لسه موجودة فكانت عم بتعيق العلاقة بس كل ما تصير مشكلة بنلاقي حنا أنه تجاوزناها ومشاكل عن جدد تكون أوقات كتير كبيرة وأوقات ما فيك تصبر عليها بس نحنا أعطينا كتير للعلاقة ويعني مني ومنه طورنا كتير بالعلاقة فهذا الشي خلانا نقرب أكتر لبعض ويكبر الحب بيناتنا ويكبر التفاهم بيناتنا عرفت؟ يعني بالنهاية بتمنى لك بصراحة أنا كل التوفيق ومتل ما قلت أول المقابلة أنه أنت من جديد جاكي كمان طفلة صغيرة الله يخليكم معها الله يتلمك وإن شاء الله بتربع بأسكن ودلالكن وإن شاء الله المحبة دائما بتكون مع عمره بيتكن شكرا كثير إليك قبل ما أنهي المقابلة يعني أنا حاب بأسألك كم سؤال بتمنى تجاوبيني عليهم كمان هدون الثلاث أسئلة دائما بسألهم أنا أي شخص كيف بتوصف حالما راح ب خمس صفات خمس صفات صعبة شوي أوكي صبورة طموحة مريحة هلا صغر قديش ثلاثة تمام متفتحة و إيجابية حلو كتير بصراحة هذا الكلام اللي أنتي قلت يعني ببلور الشيء اللي كنا عم نحكي فيه طول الحلقة فتشكرك كتير على صراحتك السؤال بس بصراحة اللي كتير بهمني أنا مرح شو بتحبي تقولي لمرح اللي عمرها عشر سنين من هلأ من وجهة نظرك هلأ ما بعرف شو قول لمرح عمرها عشر سنين تخيالي حالك هلأ أنتي قاعدة وقدامك مرح اللي عمرها عشر سنين بتحبي تنصحيها شيء بتحبي تقلي لأي شيء تحبي تندحيها أو تحكي لأي شيء أنه تكون قوية أكتر شيء ممكن هلأ هلأ اجعبالي أنه تكون قوية وتكون حالها ما تكون حدا تاني أو ما تمثل حدا تاني فهمت عليا يعني تكون بس هي هذا الشيء اللي اجعبالي لأنه بفترة من الفترات مرح ما كانت هي فأنا بقل له أنه كوني أنت كوني الشخص نفسه اللي اللي حاب تكوني وما كوني الشخص هداك اللي لازم تكوني مزبوط شو أحلى أول أنت أريتي سمعتي أو أنت عملتي لحالك هلأ في أول كتير بغض النظر عن اللغة طبعا كتير بيعنيني وكتير بوجهه لكل العالم اللي هو أنه الاختلاف لا يعني الخلاف نقطة وبصراحة يعني من خلال من خلال هذا من خلال هي الجملة أنا فيني فيني بصراحة يعني أنهي الحلقة ولكن أنا بحب دائما أنه خلي ضيفي يبعث مسج لكل الناس على الكرة الأرضية هلا أنت قلت الخلاف الاختلاف يعني لا يعني الخلاف كتير حلو ولكن في شي تاني أنت من خلال تجربتك بألمانيا من خلال التجربة اللي مريتي فيها الاستثنائية يعني مع الحجاب مع زوجك الأجنبي وهالشغلات هاي كلا بتحبي تقولي للناس شي كرمال عن جد أن يفكروا مرة أو مرتين أو ثلاثة قبل ما يعملوا حكم مصبغ الصراحة بحب أسئول شي اللي هو أنه بتمنى أنه العالم أو بتمنى أنه تحبوا بعضكم أكتر وتتعاطفوا مع بعضكم أكتر تتفهموا بعضكم أكتر وتسامحوا بعضكم أكتر يعني نحنا أنا بظن أكتر شي هلأ فقدينه بالحياة اللي هو أنه المحبة أو التفهم من ورا هاي القصص عم بتصير الأحكام المسبقة فحبوا بعضكم تفهموا بعضكم هذا كل شي عندي مراح شكرا لأنك حبيتي تعملي معي المقابلة وشكرا لصلاحتك وشكرا لتفتح تبعك أنه أنت أنه بتعرفي أنه ممكن ممكن عن طريق عن طريق هذا الكلام اللي عم تحكي يكون في كتير أشخاص يكون ضده ممكن كمان يتهجموا فلذلك أنا بتمنى من كل قلبي بتمنى من كل قلبي أنه تسمعوا هذا الكلام اللي عم تقوله مراح وما تكونوا ما تكونوا عدائيين ما تكونوا أشخاص يعني يفكروا بالطريقة السلبية لأنه مراح قالت شغلة كتير مهمة أنا ما أزيت حدا أنا ما أزيت حدا بالشي اللي عملته أنا عملت هذا الشي لأنني أنا شايفته صح هي ما لحب ما عم تعمل بهاي الطريقة ما عم تحول بهاي الطريقة أبدا أنه تأثر على أي شخص بحياتها فبتمنى منكم يعني تقبل هذا الشي بصدر رحب وأنه تسمعوا وأنا ما عندي أي مشكلة بالنقاش وبالحوار لأني أنا بالنهاية كمان لح أترك رابط الإنستغرام تبعا ما رح كمان إذا أنتوا حابين تسألوا أي سؤال طريقة محترمة فهي مستعدة تجاوبكم على أي سؤال وما عندها أي مشكلة بهذا الموضوع بتمنى أنه تكون الحلقة عجبتكم بتمنى أنه يكون هذا الشي اللي أنا عم بعمله والضيوف اللي أنا عم بستقبلها والضيوف ممكن تعطيكم الأمل أنه دائما في خير بهي الحياة ودائما في شي ممكن نعمله كرمال أنه نحسن من حياتنا وبحب إنهي بالكلام اللي قالتو مراح الاختلاف لا يعني الخلاف وهلأ ما فيني يقول إلا بتمنى أن تكون الحلقة عجبتكم وبتمنى أن تكون استوعبتوا مراح بالشي اللي قالتو بتمنى نضلكم صحة وخير واستنوا الحلقات الشاي وهلأ بالكون سلام كان معكم عامر في عربي ألماني استنونا بالحلقات الجاية ترجمة نانسي قنقر